لو انت حابب انك انت تقدم على منحة دراسية في كندا وهي منحة حكومية فالفيديو ده مهم لحضرتك. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن منحة كندا والمنحة اللي بايل من اسمها يعني المنحة دي مقدمة للدراسات العليا. في الفيديو ده الحلو فيه انك انت بتقدر تدرس باللغة الانجليزية او اللغة الفرنس. يعني دي بتكون حاجة حلوة جدا لاخواتنا في المغرب او اخواتنا في الجزارة او اي دولة بتتكلم اللغة الفرنسية. وطبعا الناس بتتكلم لغة انجليزية فدي حاجة كويسة لهم. طبعا المنحة دي منحة حكومية يعني بتقبل عدد كبير من الطلاب. المنحة مقدمة لجميع الطلاب من جميع انحاء العالم بلا استثناء. كمان بالنسبة للمنحة دي فاخر معدل التديم عليها هو تلاتين اكتوبر عشرين اربعة وعشرين. يعني حضرتك عندك وقت كبير جدا وكافي انك انت تقدم على المنحة دي. ولو مسلا فيه مستندات حضرتك مش مجهزة فانت بتقدر انك انت تلحق تجهزها وتقدم على المنحة دي. طيب ايه هي البرامج الدراسية المتاحة في المنحة دي? البرامج اللي انا اقول لك دي برامج باسم او بشكل عام. ولكن جواهت لايه تخصات وفرار مختلفة. زي العلوم الصحية زي العلوم الطبيعية او الهندسة زي العلوم الاتخماعية او العلوم الانسانية. بالنسبة لمميزات منحة او منحة الحكومة الكندية ان المنحة دي بالتحديد بتقدم توميل بقيمة خمسين الف دولار لكل سنة. وده بيكون لمدة ثلاث سنوات. يعني المبلغ المدفوع للشخص الواحد مية وخمسين الف دولار زي التكاليف الدراسة السكن واجبات الطعام. فدي كلها مميزات بتقدمها لك منحة كندا. طيب ايه هي المساعدات المطلوبة من حضرتك? مطلوب منك ان انت تملى خاص بالمنحة وده هتملى باللغة الانجليزية. كما مطلوب منك شهد التخرج اخر مع الدراسة حصلت عليه وبيان درجات اخر مع الدراسة حصلت عليه. يعني احنا نتكلم في شهاد التخرج وبيان درجات الماجستير وكمان له حضرتك في اخر سنة في الماجستير فازا بتقدم له بعين درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الماجستير بتاعك بتقدم له كمان اثبات ان حضرتك في اخر سنة في الماجستير بتاعك وما ننساش طبعا شهاد التخرج وبيان درجات البكالوريوس لا سواء حضرتك كنت خلصت مرجستير او في اخر سنة في المرجستير برضو. السيرة الزيتية والخطاب التحفيزي وخطة البحثة مطلوبين منك. كمان بيانات لشخصين من اساس الجامعة بتاعاتك او مشرف اكاديمه او مشرف عمل او نشاط بتطبعا عشان يكتب لك التوصية. كمان شهادة اللغة الانجليزية دي ان وجدت ولكن يفضل ان انت تكون عندك شهادة اجياد لغة انجليزية لان دي بتكون مطلوبة للتهديم على الجامعة نفسها. كمان لو ما عندك شهادة اجياد لغة انجليزية ممكن تقدم اثبات ان تعليمك الصباح كان باللغة الانجليزية. خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا نشوف كل الكلام اللي احنا ذكرنا ده بشكل عمدي ونشوفه الموقع الرسمي. وكمان هتلاقي كل التفاصيل دي ساب لك اللينك بتاعها موجود في سندو الوصف اسفل الفيديو. ما تتساش تعمل لايك على الفيديو. ولكن اصلا مشرك تشوف تناريات تشترك وتفعل زر الجرس على او. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. دي هنا يا صديقي زي ما قلنا بنتكلم عن منحة الحكومة الكندية وكل التفاصيل متاحة قدام حضرتك تقدر تلها تقدر تغيرها باللغة العربية. هنا جامعة المشاركة في المنحة ما قدرتش نأذكرها ولكن اقولت اول سيبها لك في الموقع تقدر ان انت تشوفهم بعينيك من هنا. هنا هننزل مع بعض البرامج الدراسية ومعيزات المنحة. كمان المسانات المطلوبة للتقديم على المنحة. ده الموقع الرسمة بتضغط عليه بتفتح معك الصفحة الرسمية الخاصة بالمنحة. وهنا حضرتك بتلاقي كل التفاصيل الخاصة بالمنحة. هنا بتلاقي التمويل. دولار ستقدس. انا بيقولها خمسين الف دولار لكل سنة. لمدة تلات سنوات. اهو حضرتك شايف قدامك معي الكلام اللي مكتوب كله. كمان هنا اخر مدل التقديم تلاتين اكتوبر عشرين اربعة وعشرين. من اللي يقدر يقدم المواطنين الكنديين المقيمين بشكل دائم في كندا اللي هما الاجانب. مين الاجانب احنا? اللي مش بنحمل الجنسية الكندية. انا كمان كل دي هنا في يعني الكلام اللي احنا ذكرناه في المواقع بتاعنا باللغة العربية. تسهينا لحضرتك للقراءة موجود هنا باللغة الانجليزية. ازاي نقدم على المنحة طريقة التقديم شرحتها قبل كده. شاركها معكم دلوقتي. لايك وشير. ويلا بينا نشوف هنا بيفتح معك باللغة الانجليزية لو انت بتتحدث اللغة الفرنسية او شايف باللغة الفرنسية. سهل بالنسبة لك فانت انا ممكن تضغط هنا على اللغة الفرنسية. بتحول الى اللغة الفرنسية زي ما انت شايف هنا معايا. طيب انا هرجع للغة الانجليزية لان انا مش متمكن من اللغة الفرنسية. بتيجي هنا طبعا لو انت عندك حساب قديم فانت هنا بتيجي بتسجل على طول. لكن لو انت اول مرة فانت بتيجي هنا عند بتفتحها هنا وبتبدأ تعمل بعد كده بتبدأ هنا بتختار اللغة المقضلة بالنسبة لك انجليزي او فرنساوي. بتكتب بريد الالكتروني الخاص بيك بتختار المسمى بتاعك. بعد كده بتكتب اسمك اسم الوالد اسم العائلة رقم التلفون الخاص بيك وما تنساش تكتب كود الدولة بتاعك. بتكتب هنا البphone وبتكتب هنا البسوورد مرة تانية هنا طبعا طلب منك لو انت سؤال لو نسيت كلمة السر هيسألوا لك عشان تفتح بتاعك. لو نسيت كلمة السر بتاعتك. بتختار اي حاجة من دوله. بتيجي هنا بتكتب اجابة على السؤال اللي انت اخترته هنا وبعد كده بتعمل بعد كده بتيجي هنا بتكتب بريد الالكترون خاص بيك وكلمة السر وبتضغط على بيبدأ يدخل معك في بتاعك تمام? انت لما تفتح بتاعك مش هيكون موجود قدامك بالشكل ده لان ده انا كنت داخل قبل ما اشرحه لك. ولكن هنا هيكون الصفحة اللي هتفتح معك ازاي بتلاقي هنا موجود قدامك كل الفرص دي. دي فرص اخرى بتكون مقدمة من الحكومة الكندية او على الموقع ده. انت كل اللي يهمك بتيجي في الاخر هنا في المنحة الخاصة بنا بتاعة الحكومة الكندية فانت بتيجي هنا بتضغط على تمام? بعد كده بتفتح معك الصفحة اللي انت كنت شايفها معي اللي هي تخص انت هنا برضو بعد ما تقدم لو انت هستفتح بتاعك مرة تانية. بتيجي هنا عند بتضغط على وبعد كده بتلاقي بتاعك هنا. طيب طبعا هنا انت بتضغط على بتاعك بتبدأ تفتح معك الصفحة دي. دي جميع البيانات اللي هتكون مطلوبة منك ان انت هتم لها. هنا بيقول لك اللي هو الحاجة اللي انت هستعمل فيها بحس. زي ما قلت لك دي تلات تخصصات او العنوين الرئاسية. بتبدأ تختار الحاجة اللي انت عايزها. بعد كده هنا بتيجي بتفتح السهم وبتختار التخصص او المجال اللي تحت العنوان الرئيسي من هنا. زي ما انا مسلا اخترت ده افتح السهم هنا وهبدأ اختار اي حاجة مسلا لو بتكون بعد كده بضغط على بعد كده هنا بيقول لي ان البيانات بتاعتك حفظت بنجاح. بتيجي هنا بتضغط على وبعد كده بتيجي في الجزء الخاص بالخلي بلك من الجزء ده انت مهمة بالنسبة لك. بتيجي هنا بتضغط على بتفتح معاك الصفحة دي. طيب هنا بيفتح معاك ايه? هنا طبعا البيانات اللي انت دخلتها قبل كده. طالب منك هنا عشان تعمل عليه. فانت هنا بتيجي بتضغط على بعد كده بتفتح معاك الصفحة دي. هنا طبعا حضرتك بتدخل البيانات الخاصة بيك بتكتب هنا اسم والدك بتختار بتاعك سوال زكرة من انسة. بتكتب هنا تاريخ ميلادك سنة شهر يوم. بعد كده هنا لو انت ليك اي اسماع سابقك بتكتبها. لو ما فيش خلاص بتسيبها فاضية. بعد كده هنا انت بتقول له بالنسبة للغة الانجليزية هنا بيقولك يعني انت الانجليزي مسلا بتقرأه بتعرف تكتبه بتتحدثه ولا انت مش خالص فانت بتبدأ تختار على حسب الحاجة بتاعتك. بعد كده هنا بتيجي بتدخل بقى البيانات زي العنوان بتاعك. بعد كده ببوستر كود الخاص بالمنطقة اللي انت عايش فيها. بعد كده بتيجي بتضغط على علشان خاطر يطلع لك الخاص بيك. تمام? بعد ما عملت بترجع لي بتاعك مرة تانية. بتيجي هنا تكمل بيكون طالب منك حاجة تانية مهمة وهي طيب دي بتكون مشكلة. وتقريبا مش هتلاقي احد شريحة او بتتعامل ازاي على اليوتيوب فانت هنا هو بيقول لك لو انت عندك سؤال عن الجزية دي فانت بتضغط على علامة الاستفهم. طيب علامة الاستفهم دي بيقول لك هنا ايه? انت هتقدر تلاقي موجود في الصفحة الخاصة بي. طيب الكلام ده كله انا اجيبه ازاي? تعال هنا نعمل وتعال هنا نيجي مع بعض في الجزء الخاص بي. تمام? هنفتحه مع بعض هنا هتفتح معك الصفحة دي وتضغط هنا على انجلش. بعد كده هنا انت بتيجي بتعمل تسجيل بتعمل انت طبعا لو ما عندكش حساب فانت هنا بتضغط على وبعد كده بتيجي هنا معي بتدخلوا البيانات الخاصة بيك زي المسمى بتاعك. اسمك بعد كده اسم العائلة الايميل بتاعك البريد الالكتروني. بعد كده هنا بيقول لك تاريخ الميلاد بتاعك واللغة اللي انت عايز تتحدسها وتتكلم بها. بعد كده بتضغط على بدخلك على الجزء الخاص بالباسورد. خلي بالك في الجزء الخاص بالباسورد هو ممكن يعكسك شوية. خلي بالك الباسورد بتاعك دي انا بنبه لازم يكون عبارة عن حروف كابيتل. حروف سمول لازم يكون فيه علامات زي النجمة زي العلامة الشرطة الميلة على سبيل المثال. يكون فيه ارقام. بعد كده بتدخل وتسجل علشان خاطر يطلع لك وبتيجي هنا بتسجله في بتاعنا اللي احنا كلنا بنملاه. تمام? بعد كده بتكتب رقم تليفونك. لو عندك فاكس بتكتبه ما عندكش بتسيبه فاضية. بعد كده بتكتب هنا الجامعة اللي انت كنت بتتعلم فيها سابقا. بعد كده كلية القسم بتاعك. بعد كده هنا طبعا لو انت مش مواطن كندي فانت هنا بتيجي بتختار ازر. بعد كده بتختار هنا الدولة بتاعتك. يعني انا مسلا من مصر فانا هنا هاجي اخطار ايجيبت. بعد كده بضغط على سيف عشان احفظ لي البيانات بتاعتي. بعد كده بنضغط على عشان نرجع لي اللي احنا بنملاها. بعد كده بنضغط على هنا مرة تانية. بيدخل على الجزء الخاص وهنا في الجزء ده انت بدخل بيانات الاشخاص اللي هيتكتب لخطات توصية. بعد كده بيقول لك بتبدأ تدخله بيانات عن المجال اللي انت عايز تدرسه. وخلي بالك انت هنا بتملق المنحة يعني انت هتدخل بيانات عن الجامعة اللي انت عايز تقدم فيها. طيب بعد ما بتملق ده بتروح على الجامعة اللي انت عايز تقدم فيها. وبتبدأ تملك خاص بالجامعة. طيب ازاي انا هبدأ اقدم عالجامعة قدامك طريقة من الاتنين. اول حاجة تدخل على الويب سايت الرسمي الخاص بالجامعة علشان خاطر تلاقي خاص بالجامعة تقدر تقدم على خاص بالجامعة اللي انت عايز تدرس فيها مع منحة الحكومة الكندية. طيب انا واحد مش عارف اوصل لي خاص بالجامعة. هعمل ايه? هدور على البريد الالكتروني او الايميل الخاص بالجامعة اللي انا عايز اقدم فيها وابدأ اتواصل معهم وقول لهم ان انا بطالب مقدم على منحة الحكومة الكندية وعايز اقدم على الجامعة بتاعتكم. ايه هي المتطلبات او ايه هو الخاص بكم علشان ام لا? فبتلاقي الناس الخاصة اللي بيشتغلوا في الجامعة اللي انت بتقدم عليها. بيبعتولك ايميل في لينك عن المستندات اللي هما طالبينا. هيجي بعض الناس يكتبوا لي في الكومنتات اشرح لي طريقة التادي مع الجامعة زي ما انا قلت لك ان هنا في اكتر من عشرين او تلاتين جامعة موجودين قدامك فاكيد مش هقدر اشرح كل جامعة طريقة التقديم عليها ازاي? ولكن انا بدي لك المفاتيح اللي من خلالها تقدر تدخل وتقدم على الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها. طيب هنرجع للابليكيشن بتاعنا هنا مرة تانية. طالب منك هنا طبعا في هنا انت بتبدأ تكتب عن خطة البحس بتاعتك. هنا بتاع بتاعك اللي انت عايز تعمله. هنا بعد كده بيقولك عن بتاعك. اللي هو بيكون في ملخص او تلخيص لخطة البحس بتاعتك. بتبدأ تملى البيانات دي. بعد كده بتعمله لحاجات بتاعتك. بتكتب له بعد كده بتضغط على عشان حفظك البيانات بتاعتك وبتعمل علشان ترجع للليست اللي انت بتبدأ تكمل ملقها. بعد كده هنا انت بتعمله بترفق للمستندات اللي هو طالبها منك. فجزء الخاص بالطبعا بتراجع لو في اي حاجة انت ما ملتهاش بيكون عاملك عليها علامة اكس فطبعا انت بتدخل وتملىها. بعد كده بعد ما بترجع البيانات بتاعتك بطريقة صحيحة وتتأكد ان كل البيانات صحيحة بتيجي هنا بتعمل بتاعتك. وبكده نكون خلص شرح طريقة التقديم على منحدة الحكومة الكندية. المقدمة للدراسة في واحدة من الجامعات الحكومية الكندية. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط ولو لسه عندك اي السفسرة واي سؤال. انا مذكرتش في الفيديو بتاعنا. ممكن تنزل تسيبه في كومنتات وانا هرد عليك بعد ما تتطلق على الفيديو من البداية للنهارة. واريت ما تنساش تدعمنا بلايك كم سبسكريب وشارك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع معنا كل ما يخص المنع. وشكرا.